فلابد من اخلاص الاعمال لله تبارك وتعالى وذلك بتجريد التوحيد توحيد العبادة لله سبحانه فلا يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لا يصلى الله له لا يسجد الله له لا يركع الله له لا يصام الله له لا يحج الله له لا يضبح الله له لا ينذر الله له لا يحلف الله به سبحانه وتعالى لا يتوكل إلا عليه لا يرجى الله لا يخشى الله لا يرهب الله وهكذا بقية أعمال القلوب لا يجوز أن تصرف إلا له سبحانه وتعالى من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع والخوف والتوكل هذه كلها لا يجوز صرفها إلا لله فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر نسى الله العافية والسلامة